هو اقصد القبطان المصري البطل هشام محمد حال اللي بقراره وحكمته انقذ ستين روح من الموت صدق او لا تصدق مع الصحفي احمد الجدية القبطان هشام محمد حال هو قبطان مركب او سفينة وادي القرنق المملوكة لشركة الملاحة الوطنية احد الشركات القبضة كانت رايحة من ميناء سفاجة الى فرنسا عشان تنقل شحنة امح المصر واسناء ذهابوا في طريقه الى هدفه ومهمته فوجئ باستغاثة غمضة جياله عن مركب تاية في المحيط في اكتر من ستين شخص ما بينهم اطفال وردع كانوا بيهجروا هجرة غير شرعية ومش قادرين يكمله بعد ما بقوا اكتر من اسبوع في المياه ومش عارفين اتجادهم فين بروح البطل العظيم قرر القبطان هشام حال يغير اتجاه سفنته ويروح ينقذ هذا المركب اللي فيه ستين شخص من سوريا وفلسطين ولبنان وبعد خمس ساعات من السير في المياه وصل لهم وقدر يقدم لهم كل الرعاية الصحية اللازمة وكمان الاكل والشرب وربط مركبهم في السفينة ولما لقى الامواج عالية وبتهدد حياتهم قرر انه يطلع الناس لسفنته ويقدم لهم كل الرعاية وانهم يرتاحوا وبعد كده تواصل مع ملطة عشان تجيب سفينة تنقذ هؤلاء الناس اللي معرضين للموت قبطان بطل فخر لكل مصري ويستحق منه كل تحية وتقدير قصة القبطان بالكامل وطريقة الانقاص كله موجود عندي في القناة بس هوريكم دلوقتي اقل من دقيقة تشوفوا حالة الرعب اللي كان فيها المركب لما كانوا مربطين في السفينة والليل ليل عليهم تخيالوا كان وضعهم ايه طول اسبوع في عرض المحيط وهقولها الثاني والثالث ورابع تحية للبطن القبطان العظيم هشام محمد حال ترجمة نانسي قنقر